السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي مع الدرس الرابع في الوحدة الثانية درس قاعدة الضرب والقسمة في الاشتقاق الجزء الرابع أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال قواعد الاشتقاق في إيجاد معادلة المماس والآن لنتذكر معا معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة إذا كان مستقيم مما يمر بالنقطة المعطى X1 and Y1 وميله يعطى بالقيمة M فإن معادلته يمكن إيجادها بالصيغة Y-Y1 equals M times X-X1 تذكر أن ميل مماس منحنة دالة Fx عند X equals A هو M ميل المستقيم ويساوي F'A والآن أعزائي الطلاب من يخبرني بقاعدة مشتقد قسمة دالتين؟ في البداية Ux over Vx ثم نقوم بتطبيق القاعدة فيكون لدينا Vx times U' X minus Ux times V' X all over Vx all power 2 والآن والآن مع المثال number 5 page 93 أوجد معادلة المماس لمنحنة دالة Fx equals X power 2 plus 3 over 2X عند النقطة 1 and 2 الحل في البداية يجب أن نتذكر أن المماس لمنحنة دالة Fx عند النقطة 1 and 2 هو المستقيم الذي يميله F'1 وبالتالي يجب أن نوجد المشتقة للدالة Fx من يخبرني بالخطوة الأولى؟ نعم أحسنتم سنقوم بوضع الدالة Fx على صورة قسم الدالتين Ux over Vx ثم نأخذ البسط X power 2 plus 3 ليمثل الدالة Ux ونأخذ المقام 2x ليكون هو الدالة Vx وبعدها من يخبرني بالخطوة التالية؟ نعم أحسنتم نوجد مشتقة Ux ليكون لدينا U'x equals 2x ثم نوجد مشتقة Vx ليكون لدينا V'x equals 2 ثم بتطبيق قاعدة مشتقة قسم الدالتين يكون لدينا F'x equals Vx times U'x minus Ux times V'x all over Vx all power 2 وبالتعويض فنضع في البداية المقام كما هو 2x مضروبا في مشتقة البسط 2x minus نضع البسط كما هو x power 2 plus 3 مضروبا في مشتقة المقام 2 وكل ذلك يكون over المقام 2x all power 2 وبالتبسيط وفك المقدار التالي يكون لدينا 4x power 2 minus 2x power 2 minus 6 all over 4x power 2 وبتجمية الحدود المتشابهة يكون لدينا 2x power 2 minus 3 ثم بالاختزال نجد أن الناتج x power 2 minus 3 over 2x power 2 والآن بعد أن أوجدنا مشتقة الدالة fx f prime x equals x power 2 minus 3 over 2x power 2 نتذكر معا أن المماس لمنحنة الدالة f عند النقطة 1 2 هو المستقيم الذي يميله f prime 1 وهنا نقوم بالتعويض عن كل x بالقيمة 1 فيكون لدينا f prime 1 equals 1 power 2 minus 3 over 2 times 1 power 2 equals بعد التبسيط negative 2 over 2 ليكون ميل المستقيم هو negative 1 والآن تذكر لإيجاد معدلة المماس لمنحنة الدالة عند النقطة 1 and 2 وميل المستقيم m الذي أصبح يساوي negative 1 نستخدم الصيغة نعم y minus y 1 equals m times x minus x 1 وبالتعويض يكون لدينا المقدار التالي y minus 2 equals negative 1 times x minus 1 وبالتبسيط نجد أن لدينا y equals negative x plus 1 plus 2 فيكون معادلة المماس هي y equal negative x plus 3 والآن أعزائي الطلاب بعد أن وصلنا إلى النتائج التالية أن الدالة fx equals x power 2 plus 3 over 2 x لديها المماس y equals negative x plus 3 أي أننا لدينا المماس لمنحنة دالة f عند النقطة 1 2 هو المستقيم الذي يميله f' 1 وباستخدام الآلة الحاسبة البيانية يمكن أن نلاحظ التالي أن منحنة دالة fx مرسوما بالشكل التالي وهنا نجد أن مماس الدالة عند النقطة 1 2 هو المستقيم المبين بالشكل الذي معادلته y equal negative x plus 3 والآن أعزائي الطلاب مع طريقة أخرى لإيجاد المشتقة للدالة fx equals x power 2 plus 3 over 2 x نلاحظ هنا أن المقام يتكون من حد جبري 1 وعليه يمكن كتابة الدالة f في صورة جمع مقدارين على النحو التالي fx equals x power 2 over 2 x plus 3 over 2 x والآن بالاختزال يمكن أن نكتب المقدار الأول 1 over 2 x plus 3 over 2 x power negative 1 أي أننا قمنا برفع x من المقام إلى البسط بعد تغيير إشارة الباور وهنا يمكن تطبيق قواعد الاشتقاق في إيجاد المشتقة على النحو التالي فيكون لدينا f prime x equals d over dx للمقدار 1 over 2 x plus 3 over 2 x power negative 1 وعليه نحصل على المشتقة على الصورة التالية d over dx للمقدار 1 over 2 x plus d over dx للمقدار 3 over 2 x power negative 1 وهنا تكون f prime x equals half minus 3 over 2 x power negative 2 الذي يكافئ قيمة المشتقة f prime x equals x power 2 minus 3 over 2 x power 2 تذكر عزيز الطالب أن هذه الطريقة يمكن اتباعها فقط عندما يكون المقام حد جبري واحد والآن أعزائي الطلاب جاء دوركم حاول أن تحل عزيز الطالب سؤال number 25 page 95 أوجد معادلة المماس لمنحنة دالة fx equals x over x minus 2 عند النقطة 3 and 3 وكما تعودنا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل في البداية نتذكر أن المماس لمنحنة دالة f عند النقطة 3 and 3 هو المستقيم الذي ميله f'3 وعليه يجب أن نوجد المشتقة للدالة fx ولكن في البداية من يخبرني بالخطوة الأولى؟ نعم أحسنتم نضع الدالة fx على صورة قسمة دالتين أي fx equals ux over vx وعليه نأخذ البسط x ليكون هو الدالة ux ثم نأخذ المقام x-2 ليكون هو الدالة vx وبعدها الخطوة التالية نعم أحسنتم نوجد u'x equals 1 ثم نوجد v'x equals 1 أيضا وباستخدام قاعدة مشتقة قسم الدالتين التي تكون على الصورة التالية f'x equals vx times u'x minus ux times v'x over vx all power 2 وبالتعويض نضع في البداية المقام x-2 مضروبا في مشتقة البسط 1 ثم نضع البسط x بعد علامة الطرح مضروبا في مشتقة المقام 1 كل هذا مقصوما على x-2 في المقام all power 2 وبالتقصيد يكون لدينا المقدار التالي negative 2 over x-2 all power 2 والآن بعد أن أوجدنا مشتقة الدالة fx وهي f'x equals negative 2 over x-2 all power 2 تذكر عزيزي الطالب أن المماس لمنحنة الدالة f عند النقطة 3 and 3 هو المستقيم الذي ميله f'3 وعليه نقوم بالتعويض فيكون لدينا f'3 equals negative 2 over 3 minus 2 all power 2 وبالتبسيط يكون لدينا negative 2 over 1 فيكون الميل equal negative 2 وهنا تذكر عزيزي الطالب لإيجاد معادلة المماس لمنحنة الدالة عند النقطة 3 and 3 وميله m equal negative 2 نستخدم الصيغة y minus y1 equals m times x minus x1 وبالتعويض يكون لدينا المعادلة التالية y minus 3 equals negative 2 times x minus 3 وبالتبسيط يكون لدينا y equal negative 2 x plus plus 6 plus 3 لتكون معادلة المماس هي y equals negative 2 x plus 9 والآن عزيزي الطالب حاول أن تحل سؤال number 28 page 95 أوجد معادلة المماس لمنحنة دالة y equals 8 over x power 2 plus 4 عند النقطة 2 and 1 وكما تعودنا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل في البداية نعلم أن المماس لمنحنة دالة y عند النقطة 2 and 1 هو المستقيم الذي ميله y prime 2 وبالتالي تكون الخطوة الأولى إيجاد مشتقة الدالة ولكن قبل ذلك من يخبرني ماذا يجب أن نفعل الآن نعم أحسنتم نضع الدالة y على صورة قسمة دالتين ux over vx ثم نأخذ البسط 8 ليكون هو الدالة ux equals 8 ونأخذ المقام x power 2 plus 4 ليكون هو الدالة vx equals x power 2 plus 4 وبعدها ما الخطوة التالية يا ترى نعم أحسنتم نوجد u prime equals والآن من يخبرني ما قيمة مشتقة الدالة ux equals 8 بالفعل أحسنت u prime x equals 0 لأن ux equals 8 قيمة ثابتة ثم نوجد مشتقة الدالة vx أي v prime x equals 2x وهنا يمكن تطبيق القاعدة قاعدة مشتقة قسم الدالتين dy dy over dx equals vx times u prime x minus ux times v prime x all over vx all power 2 2 وبالتعويض يكون لدينا في البداية نضع المقام x power 2 plus 4 مضروبا في مشتقة البسط 0 minus ثم نضع البسط كما هو 8 مضروبا في مشتقة المقام 2x كل هذا over x power 2 plus 4 all power 2 وبالتبسيط يكون لدينا negative 16x over x power 2 plus 4 all power 2 والآن بعد أن أوجدنا مشتقة y dy over dx equals negative 16x over x power 2 plus 4 all power 2 تذكر أن المماز لمنحنة دالا y عند النقطة 2 and 1 هو المستقيم الذي ميله y prime 2 وعليه نقوم بالتعويض عن كل x بالعدد 2 فيكون لدينا y prime 2 equals negative 16 times 2 over 2 power 2 plus 4 all power 2 وبالتبسيط نجد أن الناتج negative 32 over 64 فيكون فيكون قيمة الميل هي negative 1 over 2 تذكر عزيز الطالب لإيجاد معدلة المماز لمنحنة دالا عند النقطة 2 and 1 وميله m equals negative 1 over 2 نستخدم الصيغة من يخبرني بالصيغة الآن؟ أظنكم حفظتموها؟ نعم أحسنتم y minus y 1 equals m times x minus x 1 وبالتعويض يكون لدينا y minus 1 equals negative 1 over 2 times x minus 2 وبالضرب يكون لدينا y equals negative 1 over 2 x plus 1 plus 1 فيكون الصورة النهائية لمعادلة المماز على النحو التالي y equal negative 1 over 2 x plus 2 أشكركم على حسن استماعكم وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم أعزائي الطلاب مزيد من التفوق دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر